ومن الخليل ينضم إلينا الأساد راتب الجبور منصق اللجانة الشعبية لمقاومة الاسطيطان جنوب الضفة الغربية هل لك أن تحدثنا عن طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية لمسار التعليم في مدينة يطا تحديداً وبعد ذلك يمكن أن نتحدث أيضاً عن الانتهاكات والمضايقات التي تحدث في مسألة الصرف الصحية نعم أخي وائل مساء الخير لك ولجميع مشاهدي صناعة الغد بالفعل ما تقوم بقوات الاحتلال ضد سكان المناطق المحاذية لتلك المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين هناك انتهاكات دائمة مستمرة ضد الطلبي سواء أثناء الذهاب أو أثناء الإياب خاصة في المناطق الشرقية من مدينة يطا ومسافرها هناك يوجد أربع مدارس في تلك المنطقة يتم طبعاً إيصال الطلب من خلال جيب تابع لوزارة الترك والتعليم لإيصالهم بسبب تعرضهم أحياناً لأذى القوات الاحتلال خاصة أن قوات الاحتلال تقوم بإيقافهم أو إيقاف المعلمين وحتى احتجازهم ومرات يتم احتجازهم عدة ساعات مما يعيق العملية التربوية أو التعليمية في تلك المناطق إضافة إلى ذلك ما تتعرض له تلك المناطق من مضايقات وانتهاكات من قبل المستوطنين خاصة المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة يطا حيث يوجد هناك 11 مستوطنة مقامة على أراضي المواطنين وفي الجهة الغربية أيضاً يوجد هناك هذه المستوطنة التي تتحدثون عنها والتي تتحدث عنها الأخ رائد الشريف وهي المستوطنة تعتنيها طيب أستاذ راتب المعروف أن المضايقات هذه التي تقوم بها قوات الاحتلال هي تطال 120 ألف من سكان مدينة يطا وبالتالي هذه الانتهاكات هي ضد القانون الدولي هل هناك منظمات في يطا ساعة لنشر ما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات وإيصال صوتها إلى المجتمع الدولي؟ نعم بطبيعة الحال هناك عملية توثيق لتلك الإجراءات وتلك الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين وأيضا حتى ضد التجمعات السكانية التي تقع بالقرب من الجدار أو التي تقع بالقرب من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين يتم توثيق هذه الانتهاكات ومن ثم إرسالها إلى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وأيضا إلى وزارة الخارجية الفلسطينية من أجل نقلها إلى المجتمع الدولي لنقل هذه الانتهاكات لطبعا محاكمة هذا الاحتلال على تلك الجرائم التي يرتكبها ضد ابن شعبنا الفلسطيني في هذه المناطق التي تسمى مناطق جيم طيب أستاذ راتب المعروف عن مدينة يطا أنها مدينة تاريخية سكنها الكنعانيون في قديم الزمان ألا تعتقد أن عين قوات الاحتلال على هذه المدينة كونها تاريخية وبالتالي يحاولون تطفيش القرى والسكان من أجل أن يحظوهم بالتاريخ الموجود هناك على غرار المضايقات التي تحدث في التعليم وفي الصرف الصحي نعم أخي بالفعل ما تقوم به قوات الاحتلال هو عملية تزييف وعملية تزوير للتاريخ الحقيقي لهذه المدينة وهي مدينة يطا التي سماها العرب الكنعانيون قبل 5500 عام بمنطقة يطا أي المنطقة المنبسطة ويتقع في الجزء الجنوبي من مدينة الخليل على بعد 12 كيلو متر وترتفع تقريبا حوالي 800 إلى 820 متر عن مستوى سطح البحر إضافة لذلك أن هذه المنطقة يعني منطقة تطا حدودها واسعة جدا تمتد حتى تصل إلى منطقة البحر الميت وفي الجزء الجنوبي تصل حتى منطقة بيري سبع وعراد يعني هذا الامتداد الكبير لهذه المدينة لهذه المنطقة جعل الاحتلال يضع يعني نصب عينه السيطرة على هذه المناطق ومنع وجود السكان فيها بحجة أن هذه المناطق مناطق عسكرية مغلقة يعني اليوم نعم الآن يعني قبل حوالي نصف ساعة نعم توجهنا إلى تلك المنطقة منطقة مسافر يطا حيث كان هناك هدم ستة بيوت للمواطنين الفلسطينيين في منطقة خلط الضبع ومنطقة الحلاوة لعائلة أبو عرام وعائلة الدبابسي هناك يعني الحياة صعبة جدا للغاية بالتالي الاحتلال يعني يحرم هؤلاء المواطنين حتى منطقة حقوقهم اتضحت الصورة صدراتهم اشكرك صدراتي بل جبور مناصق اللجان الشعبية لمقاومة الاستيطان جنوب الضفة الغربية كنت معي على كل هذه المعلومات